وكنت بسأله هي شارة الكابتن بتروح بالأقدمية ولا بالنجومية يعني هتروح لمحمد صلاح لأنه نجمه ولا تروح لغيره لأنهم الأخدم كابتن حسام لو نرجع نقول الإجابة تاني أنا هرجع أقول إن هي مفاسة وابت والدليل على كده إن العالم كله يعني في العالم المتقدم في حتة الكورة والفرق سواء على مستوى المنتخبات أو الأندية مش شرط تبقى بالأقدمية ومش شرط تبقى حتى بالنجومية بتبقى لها معايير وفي نفس الوقت بتبقى حسب المتطلبات بتتطلبها أي فرقة على مستوى المنتخبات أو المستوى الأندية وده لازم يبقى فيها وعي كبير جدا من المسؤولين المسؤول يعني كمدير فني يعني مين كابتن الفريق؟ لسه حضرتك ما فيش تغيير لغاية دلوقتي لأن تجمعاتنا لسه ما كانتش بشكل كامل يعني لما يرجع محمد صلاح هيكون كابتن الفريق؟ لأ لسه ما فيش قرار لكن لسه بندرس يعني لسه بنشوف يعني ايه يعني ايه الأفيد لينا في المرحلة اللي جاية ايه الأفيد للمنتخب مصر؟ الأفيد لا بيبقى من أنهي ناحية يعني؟ منتخب المنتخب للفرقة لنفسية الناس لنفسية اللعيبة كابتن للفرقة دي مهمة جدا لأن كابتن الفرقة هو قائد هو ليد بيبقى قائد ولابد يبقى استقراره مع الفريق بشكل كبير جدا يبقى متواجد على طول يبقى بيشارك بصفة أساسية بشكل كبير جدا نجمه ليه طبعا يعني احترام عند اللعيبة فكل المعايير دي بتبقى مهمة لمصلحة الفريق وليس لمصلحة اللاعب وليس لمصلحة الجهاز الفني حسام البدري ميال إيه؟ ميال إنه يدي حد من الأدام أو ميال إنه يدي الشارة لمحمد صلاح حضرتك لازم حيبقى في حوار بيني وبين اللعيبة القدامة في حاجات كتير جدا مش إن أنا أقنحهم ولا أنا أخذ رأيهم لكن لازم حيبقى في حوار وفي نقاش ويبقى عندي وجهة نظر وبناء على الأشياء دي كلها حاخد القرانة أنا وجهز الفني إن شاء الله لمصلحة المنتخب الوطني إن شاء الله